بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة القرآن كتاب هداية الحلقة اليوم هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن فعلينا أن نتخلق نحن بالقرآن ملتنا عائشة رضي الله عنها سولها الصحابة شوف المرأة الدور ديالا مع الراجل وشوف الراجل كيفاش يكون قدام في الدار حنا دبع الحقائق ديالنا بسعرفوهم إلا العيلات ديالنا لك شعلاش رسول الله قال خيركم خيركم لأهليه وأنا خيركم لأهليه بسي خيركم لطول الحياة ولا اللي بسحويش قصار ولا اللي لا الشي دقع كل مسائل ظاهرية خيركم هي في الدار في الحقيقة ديالك في النعاس وفي الفياق وكاد الحقيقة ديالك خيركم لأهليه ورسول صحبه والنبودش في كل شي وأنا خيركم لأهلي لهذا جاء الصحابة عند ملتنا عائشة لأنها صديقية فقيها ابنة الفقيه ابنة الصديق اللي هو في الدرجة الثانية بعد النبوة نبينا والصديقنا والشهداء والصالحي عشي تسولوا تسولوا عن الخلق دراسوا صحيح الإسلام يوهو ما شافوه لا تشوفوه المصدر منين جباد الخلق المصدر دياله الأصل دياله الموريد دياله فجوتي سولوا ملتنا عائشة رضي الله عنها فقالت لهم جملة فيها جوج حروف جوج كلمات كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن صاري هاد العملية بش جاوب على هاد الكلمة هاد هاد الجملة اللي فيها ثلاثة كان خلقه القرآن اخصار بعديا للي هو يجديرهم اخصار عمور بش يجي هاد الجاوب هاد اللي تيبن نرى قصير معنى كان خلقه القرآن أنا قراءات القرآن كله مع واحدة أنها فهمت القرآن كله هالتالية أنها تتبعت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هالتالية أنها قارنت القرآن الذي قرأته وفهمته مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعتها فأعطت النتيجة نقطة رابعة هي كان خلقه القرآن وفي القرآن قال سيد ربي سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلقين عظيم واجحنا الخلق دينا القرآن ولا لا فينا هو القرآن فينا فهمناه في أوروبا مرة مسلمة عندها الجارة ديالها غير مسلمة وحنا تنسمون ذلك غير مسلمين ده ما مسلمين بالانتظار معنا مسلمين بالانتظار عندهم استعداد تتسنوني غير أنا نجيل عندهم ونقنعهم بسلوك ديالي والمعاملة ديالي والنبيل والحقيقة ديالي يسلمون فشفتها بتتباش خارجة دخلة في الدار وحنا تنشوفو الغرب تقطعات الأواصر ديال الأسر ديالهم مبقاش فحلات ودخلت لعندها صبتها مريضة وبحالة خطيرة لا حنين لا كريم لا راجل كاين ولا ولاد ولا حتى شي حاجة وحنا تنشوفوها جهادة دبرة والتي قصنحت حنية في البلدان الكبر لا جيران تيفكر فجار ولا حتى شي حاجة فجأت عندها قتلها والديمال قتلها مريضة قتلها والديرة عندنا شيء آيات في القرآن تنقروا مع المريض وتيجب الله لا شيفة واشي تقرر عليك شيئية قتلها قبل لا تقرر عليها قد ديال شيئية رطبت قدتها قلت له قتلها وده ما نقرر عليك قتلها قبل أعطني شرب راني شحفت وشتلها جابت الألمة قتلها وده ما جينا قرأ قتلها وادية الماء هانا شربته وقدتني ولكن عمارة مريضة حاله لم تفكر شي لانا ما قدت لها النوض لأولو مشات للدار تتجري وطيبت لها مكلة وجبتها لها ووكلتها قلت لها ودهبا نقرع عليك شي شو يا قلت لي ذاك الشي اللي غادي سقرع عليها انا اشتوب عينية فيك هكالي خصنا ان نترجم ما في القرآن عمليا قلت لي الحمد لله دهبا نتشفيت ذاك الشي اللي بغي سقرع عليها انا اشتوب عينية خصنا نترجمو القرآن تب الله عزوج لا يفقد لما فيه الخير ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وجل أهمنا واحزاننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته